متواصلين معكم بنفس الموضوع والقضية للحديث أكثر عن الشق القانوني والحقوقي المتعلق باعتقال الأطفال بس عدنا يكون معنا من داخل الستوديو الأستاذ خالد قزمار المستشار القانوني للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وأيضا للشق النفسي والاجتماعي المرشدة النفسية والاجتماعية لمعودة وأنت أيضا تعملي الآن في مؤسسة الواي ومسؤولة عن اعتقال الأطفال وما بعد كمان اعتقالهم وتحريرهم في مدينة رامولة بالتحديد بداية خلينا نعلق ونعقب على مصطفى وأيضا مسلم مصطفى كمان يعني وأنا ممكن هون أشير أنه مصطفى كان يحكي تفاصيل أكثر في مراحل معينة حتى قبل المقابلة ولكن فيه كمان تفاصيل ما بيحكي عنها لهو كمان بس حكاها مثلا لأمه لما شو تعليقك على ما يتعرض له مصطفى اللي بتأكيد فيه مئات من الأطفال بتعرضوا له أول إشي أنا يعني كتير بتدايق على اللي بصير في أطفالنا وبقول يعني يعني بشجب كل الانتهاكات بحق الأطفال حق أطفالنا الفلسطينيين بداية كونهم من حقهم يعيشوا زي أطفال العالم يكونوا بالمدارس يروحوا يلعبوا يعيشوا بحياة آمنة من غير خوف ومن غير قلق اللي شفنا اليوم هو صورة يعني لا إنسانية للانتهاكات للأطفال أطفالنا بيعيشوا أزمات بيعيشوا صدمات ما لهاش مبرر بتعرضوا لمواقف فيش طفل في العالم ممكن يتعرض لها وهذا الإشي اللي كلنا لازم نوقف قدامه وأنا بشكر التلفزيون وبشكركم على هاي الحلقة المميزة لأنه كتير مهم أنه نهز هذا الباب لوقف اعتقال الأطفال لأنها جريمة من جرائم الاحتلال بحق أطفالنا تجربة الاتقال هاي اللي بمرق فيها الأطفال وخصصاً كل ما كان عمرهم أصغر هي إلها تأثيرات أكبر على الأطفال حالة الخوف والرعب وعدم حتى الكلام والحديث ومش سهل يحكي عن هاي التجارب اللي فيها ألم ويمكن أي واحد فينا حتى الكبار إذا بنحكي عن تجارب صعبة بنبدأ نجملها وما بنحكي عن الأشياء الصعبة دائماً بنحط صوت البطولة ودائماً هذه حتى الأسرة الكبار أكثر شي بحقوا عن التجارب أنا يعني إشي بشرف تجربة اعتقالنا وهي فعلاً ولكن فيها ألم وفيها أثار كبيرة بتأثر على استقرار الأطفال هاي ردود طبيعية أنا بعتبرها اللي شفناها اليوم من الأطفال من الأطفال اللي كانوا مشاركين بالتقرير أو بيعني مصطفى ومسلم هي ردود فعل طبيعية لحد أخر طبيعي واللي فيها خطر فيها مفاجأة فيها تهديد وفيها إذا سمعنا قالوا نروح نهد بيتكم فيها تخويف الحتجاز بحد ذاته وتجربة صعبة لإلهم طريقة الاعتقال كمان فيها هزل الاستقرار النفسي للأطفال اللي بتترك أثار منها الخوف منها الرعب منها صعوبة التحدث العزلة اللي قالت عنها لنعزل أربعة أيام لأربعة ساعات لحاله في كتير مؤشرات لوجود صدمة نفسية واللي مهم التعامل معها بجدية هاي الأعراض ما رح تروح بسهولة لأنها تجارب هلأدي مش متوقعة هلأدي مفاجئة بكل التفاصيل الرعب وحالة الهلع والرعب اللي بتركها اعتقالهم والطريقة اللي يعني بيقصد أنا بشوفها بطريقة مقصودة باستخدمها الإسرائيليين لاعتقال الأطفال بهدف إرعابهم وتفتيت خلينا نقول الذات تبعتهم تفتيتها وتشويه الإرادة تبعتهم حتى يصير في عندنا فعلا اعترافات أو تخويفهم وإحداث صدمة نفسية عندهم أنا بقول هذا هو سبب الاعتقال الآثار موجودة وبدلها تزيد مع الوقت ما بتروح حتى بخروجهم المعتقلات واللي محاجة لكتير تقنيات متخصصة للتعامل معها أكثر عن التقنيات وعن دور الأهل وزي ما حكيتي في كتير من المرات حتى منشعر الطفل وكأنه هو فعلا في قوة ولكن كمان مش محتاجين نجمل الصورة لأنه فيها ألم وفيها وجع وهذه الأطفال يعني مفروض يكونوا عم بعملوا في هذا الوقت عم بلعبوا وعم بمارس حقوقهم الطبيعية وهذا اللي نفتقده في كتير محلات ولكن بداية كمان خلينا نحكي لكل الأشخاص اللي بتعرضوا أطفالهم للاعتقال من الجانب القانوني والحقوقي إيش هي أهم خطوات بس الأهل يعرفوا أنه طفلهم تم اعتقاله أستاذ خالد قبلها بدي أعلك شوي على اللي شفته مظبوط أنه يعني يعني يعرفش العائلة كديش أدركت أنه كان فيه انتهاك لحقوقه للمصطفى لكن الحقيقة أنه ارتكب بحقه أكثر من جريمة وحتى بالقانون الدولي هي جرائم دولية تعتبر تعديب نفسي تعرض له أكثر من مرحلة لحظة الخوف اللي يعاشها لحظة القبض عليه اللي يكون بين جنود محاصر أيضا يكون يتحدد بهدم البيت هذا كله بأثر على نفسية الطفل وهذا يعتبر منجب القانون الدولي هي عبارة هي تعديب أيضا بالنسبة لما أنه يوضعوه كدرع بشري أنه أصبح جنودهم اللي أبسين واقب من الغاز وهو اللي يطلقى الغاز ويطلقى ممكن كمان حجارة بس هو بعرفش إذا كديش كان واعي للوضع أيضا هذه جريمة دولية وعاقب عليها لقومهم والجريمة الثالثة لا يوجد أي مبر لإعتقاله يعني هل باعتقال مصطفى ضمنه أمنهم وكان هم هدد حياتهم وحققوا أمنهم باعتقاله نفس الشيء اللي يصير مع مصطفى مسلم في القدس هل أمن القدس وأمن الاحتلال الآن بخير طالما هم حتجز في بيته أنا باعتقاله هي رسالة لكل أطفال فلسطين أنكم أنتم مستهدفون اللي بحاول يعني يمشي في مسيرة بحاول يتحرك هاي مصيرون رح يكون الاعتقار رح يكون التعذيب رح يكون وبالتالي هي يعني رسالة لمستقبل شعب الفلسطيني باعتقاله نقطة ثانية أنه بالنسبة لأعتقال الأطفال هو واضح أنه فيه استداف لأطفال فلسطينيين ولكن هذا الاستهداف هو يعني بتركز أحيانا في مناطق محددة الكدس يعني منطقة مستهدفة باستمرار وإسرائيل أعلنت أكثر مرة أنه الملفات التي تفتح ضد أطفال في المدينة الكدس الوحدة أكثر من ألف ملف وهذا بيوازي كل الملفات لفتحة كافة حظة الغربية وبالتالي هناك استهداف المدينة الكدس استهداف لمناطق قريبة من معسكرات الجيش من الاستيطان من الجدار وهون كان ضحية مصطفى الأهل يعني كان الله هو بعونهم يعني أنا كأب يعني مسألة مش سهلة حتى للناس اللي جربوا الاعتقال يعني بشعر بخطورتها أكثر من الناس اللي ما جربوا يعني ممكن كما ذكرت زميلتي انه تعتبر حاليا من البطولة انه الاعتقال مزبوط لكن اللي عاشها بيعرف قديش قصوتها والجانب اللي ما حكاش فيه اللي هو جانب الأنم والمعناة اللي عاش التجربة بيعرفه وبالتالي يعني بيكون صعب جدا عليهم احنا طبعا فيش حدا محصن من هذا الموضوع لكن الآن يعني الاشي الإيجابي الوحيد انه فيه عدد من المؤسسات بتتعامل مع هذا الموضوع المفروض مباشرة يتم التواصل مع هاي المؤسسات اللي لديهم محامين وهدفنا الأول احنا كمحامين دائما يعني صعب جدا نطلع واحد براءة من هذا النظام أو نخلص من هذا النظام لكن على الأقل انه يشعر الطفل انه هو يعني في حد بيسأل عنه في حد بيكون جنبه لانه الاحتلال مجرد الاعتقال هو بيشعر الطفل أو حتى الكبير انه لا يمكن انه حدا يوصل لك لحد يقدمك مساعدة الا انا كمحاقق اعترف او احكي او كذا وبالتالي هو بيخرجوا من هاي الدائرة وهي كثير مهمة في المرحلة الاولى من المرحلة الاعتقال عهلا راح نسأل كمان لما عنها خص انه هي عندها فرصة انه تزور اطفال معتقلين ولكن كمان نرجع نقول للناس اللي للمشاهدين اللي اطفالهم معرضين زي ما حكيت هي ما بتقتصرش على اطفال معينين الاطفال أصلا بيكونوش مكترثين ذنب أساسا شو من اللحظة الاولى قانونيا لازم يعملوا لهذا يعني اولا دائما لازم نحن نهيئ او البناء حتى مستهدفين يعني معرضين للاعتقال ومش غير معرضين مش معرض لكن على الاقل نكون نشعرهم انه هذا الاحتلال هو زاهل هذا الاحتلال باطل هذول الجنود هم أصلا يكونوا خايفين منك لا يكون يعني ما يسيطروا عليه في حالة من الخوف وحالة من الرعب حاول يشعر يعني نشعرهم انه في هناك من يسأل عنكم مباشرة بعد الاعتقال رح يكون معكم محامي رح يوصلكم وبيخرجكم من هذه الدائرة وبالجندي مش رحلة يعني اذا هددك في هدم البيت اذا هددك في اعتقال اذا هددك في القتل كل هذا حكي فاضي ما رح يعني يقدروا يمارسوا فقط هم بحاول يستغلوا طفولتك لخوفه يعني دعم نفسي أكثر للطفل حتى يعني بكل المراحل اللي حيات لكم موجودة رح أسألت كمان عن دوركم كمؤسسة في الحركة العالمية للطفل ولكن لما انت بأنه عندك كمان فرصة انك تزوري أطفال داخل السجون كيف بتكون نفسية الطفل داخل السجن؟ أنا ما عنديش الفرصة صراحة يعني أنا تتوفر للفرصة بضغط كبير لما بيكون في حالات محتاجة يعني أبناش نستخدم كل فرصة يعني يا ريز يصير أنا من نسبة إلي بحب يعني أن تكون لإلي هاي التجربة إنه هادي بساعد الأطفال أكتر على إنه يخرجوا من الأزمة بسهولة إذا تفرغت الحدث الصادم أو حدث صعب بفترة 72 ساعة هادي ما بتتحول لصدمة بتساعده إنه يتعامل معها ويتكيف ويرجع ينمو بطريقة طبيعية من غير ما يصير فيها إليها أطار نفسية فأنا بتمنى لو نقدر نعملها يعني بعرف إن المحامين بقدر يوصلوا للأسرة إلا عباد ما يخلصوا فترة التحقيق بس أنا يعني كانت إلي عدة عدة مرتين يعني اللي أنا مكنت إني أزور لأنها كانت حالات صعبة ومحتاجة لتدخل يعني صحيح صحيح في خوف في قلق طبعا في أعراضي كتير لهذه التجربة أنا بشوف الأطفال ما بعد الاعتقال اللي بتكون حتى الأثار كتير واضحة عليهم في قلق في شعور بالزم في تجارب في تجربة بتظل موجودة بذاكرتهم بتظل تنعاد كل شوي كل ما حدا يبقول مثلا اعتقلوني فهي ممكن تيجي أو أجل جيش على البلد عطول بتذكر تجربته وبتذكر أصعب لحظة بالتجربة وهي اللي بتكون كتير صعبة على الأطفال في هذه اللحظة لأنها لأنهم بروحوا على أصعب مرحلة بالاعتقال اللي يمكن تكون وقت ما عذبوهم وقت ما عروهم وقت ما تعاملوا معهم طريقة صعبة وهذا عشان هيك بصير يسرحوا بعالم تاني هبصير في عندهم كمان إحباط في ناس بطلعوش من البيت في ناس بصيروا عانفين فيه بصير عراض عنف عدم تركيز في الشيء أمل بالحياة ما بدهم ينخلطوا كتير مع الناس بفقدوا استقاب الآخر وخصوصا الناس اللي بصير في اعترافات من أصحابهم هبصير فيها كمان فيها إشكالية اللي هي عن غير وعي كمان يعني صحيح وكمان حتى تجربة السجن نفسها بتعلمهم أن يكونوا حريصين كتير وبصير هذا بتكرس معهم بتصير جزء من الأعراض الموجودة عندهم فيه ناس بي عندهم قلق بيحسوش بالأمان من مرة بيضلوا حالة الخوف اللي أحكى عنها اليوم مصطفى هي بتراوده وتزيد بصير في عندهم مثلا زي البانيك أتاك بنسميها اللي هي مرافقة للخوف بصير في عندهم نوضات قلبهم تصير سريعة من غير ما يكون فيه سبب بصير تعرق بصير تعرق بصير خنقة صعوبة التنفس وهي أعراض يعني يعني صعبة وبتزيد مع الوقت إذا ما حدش تعامل مع حالة الخوف الموجودة والألأ الموجود عندهم فيش عندهم إحساس بالأمان كل دقيقة بدلوا يحسوا إنه ممكن يعتقلوا بكل دقيقة وهي صعوبة هذا نصيحتك للأهل يعني يعني لضيق الوقت بس باختصار إيش ممكن تكون بعد ما يخرجوا حتى كيف كمان أم مصطفى هلأ يعني إيش إيش بتنصحهم كيف يتعاملوا معهم أنا بقول لكل الأهالي دائما إحنا نراعي إنه الأطفال هدول طلعوا من التجربة ولكن هم لسه أثارها موجودة معهم كتير مهم الدعم الاجتماعي لإلهم كتير مهم يعطوهم حب وحنان من غير ما يضلوا يسموهم من غير ما يضلوا يبهدلوهم أنا بعرف إنه البهدلة حتى مجرد إنه نقول لهم ما تطلعوش حتى إنه يكون ما تطلعوش ما تروحوش هذا يمكن أنا بعرف قديش خوفهم عليهم ولكن هذا ممكن يعمل عراض ومشاكل عند الأهل كمان معهم والأولاد ببطل في إلهم منفر لوين بدهم يروحوا إذا ما ما كانوا الأهل هم الصدر الحدول لإلهم يكونوا أصدقاء بسمعوا وبيحكوا معهم بدهم يدعموهم ومهم كتير يحكوا عن هاي التجارب الأطفال نفسهم أنا بحب يعني أوجه رسالة للأهل يعني خاصة للأطفال اللي زي اللي شفناهم اليوم إذا فيه إمكانية لأم تساعدهم يحكوا عن تجربتهم اللي مرأوا فيها من غير ما تحكم عليهم غلط اللي عملتوا ولا صح اللي عملتوا من غير ما تشعرهم إنه ليش ما عملتش هيك هذا بساعدهم تطلعوا التجربة وإذا ضلت الأعراض إحنا كتير مهم بجمعية شبان المسيحية مشروع الأطفال الأسرة في كل المناطق إحنا عنا هذا البرنامج اللي برعى الأطفال لعمر 18 سنة كل الأطفال تطلعوا من المتقلات نشتغل على صعباتهم النفسية ما بعد المتقلات معناها كمانا يعني بشكرك كتير على هاي كمان الدعوة والاستقبال وكمان لأنه حتى لو كانت الحادثة صغيرة ولكن ممكن يكون أثرها كبير فهم يتوجه للأهالي بغض النظر عن قديش كانت تحجم يعني ممكن مرات حكومه وساعة أخده بس لا مهم إنه نتابع الموضوع أستاذ خالب نهايتا بس بدي أعرف قديش في هناك شغل على أن يكون هناك في محاكم لإدانة هذه الجرائم محاكم دولية نعم يعني بس لاحظة بسيطة عن التحدث في زميل هي ما بنحكي عن فرصة هي بنحكي عن حق للطفل أي طفل ما تقلم في كل جو كونين العالم حتى الطفل الإسرائيلي اللي في المستوطني أول داخل دولة الاحتلال من حقه أنه ينزار من قبل مرشد نفسي قبل ما يكون في هناك أي محاكم إله وينكتب عنه تقرير الطفل الفلسطيني محروم من كل هاي الحقوق موضوع التعذيب موضوع الاستخدامه كدريع بشري هاي كلها جرائم دولية وهذه يعني احنا كمؤسسة نكون بتوثيقها بكاملها من لحظة الاعتقال الانتمل الفراج كل هاي الانتهاكات اللي بصير نأمل أن يكون في هناك يوم من الأيام تفعيل الملف الإسرائيلي أمام حكمة الجناية الدولية الآن نحنا أصبحنا لدينا دولة غير عضو هل بدأتم؟ يعني هذا هو السؤالي نحنا التوثيق مستمر من دو سنوات من دو سنوات لا نمل ولا نكلم من توثيق هاي الانتهاكات لأنه يعني متأكدين رح يجي يوم اللي هذه الملفات يتم استخدامها لدانة توثيقها لا نريد أن نتحدث عن شعرات أو نتحدث هناك تعذيب هناك لدينا الوثائق وموثقة حتى ضمن المعايير الدولية اللي تصلح لاستخدامها في محاكم الدولي يعني أستاذ خالب أحب يعني أتمنى كما تكون معنا في استضافة أخرى للتحديث بالتحديد عن التوجه للمحاكم الجنائية الدولية لإدانة مثل هاي الجرائم اللي هم يعتبروا مجرمين حرب بشكر بشكر وجودكم جدا معانا لليوم لسيد لما عود يعني مرشدة نفسية واجتماعية وكمان بتمنى يكونوا هناك استجابة لدعوتك بالتوجه لإرشادات أكثر نفسية واجتماعية وأيضا خالد قزمار وأنت المستشار القانوني للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال شكرا كثير لكم شكرا لك نحن نروح فاصل ورجع نستكمل الفقرات نخليكم معنا